مرض سرطان القولون بكشف المبكر لا إلها بتبلش زي ما حكينا بلحمية وبتكبر اللحمية عادة ما بتعمل أعراض فكيف بدنا نكشف عنها يا دكتور قبل ما انها تتحول لسرطان جميع يعني جمعيات الجهاز الهضمي الأمريكية والأوروبية والعالمية جميعا بيوصوا جديدا من ابتداء من عمر 45 سنة نعمل فحص للبراز مندور فيه على الدم الخفي من روح المختبر نعمل فحص عينة براز مندور إذا فيه دم ولا لا إذا القينا فيه دم خفي لا يرى بالعين المجردة الخطوة الثانية هو إجراء تنظير للقولون للبحث عن هذه اللحميات واستئصالها من قبل أن تتحول إلى أي سرطان في حال كان ما القينا فيه دم بشكل سنوي بتم إجراء هذا الفحص في أي مرحلة بيبين وجود دم خفي في البراز التوجه لإجراء منظار القولون ونتمنى السلامة للجميع ألف سلام عليكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر